مرحباً بكم في حلقة الجديدة من مرحقة المراجعة للنهاية نحن لدينا مستر محمد مختار مستر محمد، مرحباً شكراً مستر أسام مستر أسام النهار ده إن شاء الله نتكلم مع بعض على الوحدة أو نتكلم على الجزء الثالث من المراجعة بتاعتنا والجزء الثالث إن شاء الله هتكلم على السؤال زي ما قلنا اللي هو وطبعاً عم عروف زي ما قلنا قبل كده إن السؤال الثالث بمعناها لازم يكون الصفحة الثالثة السؤال ده بالذات طلب كتير جداً بتعمل أخطاء إن هما دايماً يجاوب لي السؤال ده مثلاً مرتين تلاتة ويقول لك بقى أنا قعد فاضي أكتب مثلاً A, B, C, D، لأ كمنا ما ينفعش السؤال ده يتجاوب مرة واحدة فقط اتفقنا؟ يبقى تاني كده السؤال ده يتجاوب إيه مرة واحدة بس طيب ما كانوا فين الصفحة الثالثة في ورقة الإجابة ما طلوم مني إيه كمان إن أنا أكتب مثلاً واحد أكتب قدامها الكلمة نفسها بلاش A, B, C والكلام ده لأ أحياناً بيلغبط كتير جداً في إن احنا بصفرت الأسئلة ونرجع تاني ورقة الإجابة ونبقى متعوبة بالنسبة عنها الأفضل إن أنا أكتب مثلاً واحد أختار الكلمة اللي قدامها اتنين وهكذا طيب أنا أشاك مثلاً في كلمة ما تقوليش أكتب كلمتين والمصحة يختار كلمة ما ينفعش هتكتب مثلاً واحد كتبت كلمة شاكك فيها أو خطأ حط عليها خط برصص خفيف واكتب الكلمة جنبها لكن ما استبليش لتنين ونختار تمام؟ طيب كمان ما نعودش مثلاً نقول لا أنا هكرر السؤال ده عشان خطر إنه مثلاً ممكن يشوف الأكتر فين الدرجات ويدي الدرجة عليها ما بيحصلش بيتصحح مرة واحدة بس أنا نخلي بأنك من كرام حضرتك إنه لازم الطالب بيبقى حريص حين أنهي إجابة أيوة وتكتب الكلمة بس بالضبط كده حتى لا رمز ولا غيره يعني يكتب الكلمة فقط تمام أكيد نخلي بأنك مانا مستر الأصام بيبقى عندي طبعاً المفروض 16 جملة في 8 based on grammar and the other based on recap 8 جمل على grammar وتمانية على الكلمات طالب المذاكر المنها كويس أوي عارف الكلمات بتاعتنا بالتأكيد بيحل بكل سهولة بكل بساطة عندي أربع اختيارات بالتأكيد بيبقى فيه اتنين ومستبعدين خالص وفيه يعني المشكلة بتبقى في داخل كلمتين بس بقى شوف بقى أنهو الصح يعني مثلا عندي مثلاً مكتوب كلمة make وكلمة do وفيه مثلاً كلمة have وكلمة get مثلاً أقعد أستبعد اتنين واشوف المشكلة فين يا تارا كان مثلا make ولا do وهكذا عايزين نشوف الكلمة الشكل العامل مع بعض تعالوا نشوف الجمل بتاعتنا شكلها إزاي أول مثال عندي بيقولي أحبائي هنشوف مع بعض على الشاشة بيقولي طبعاً السؤال أنوانه choose the correct answer from a b c or d الجمل الأولى بيقول the high dam was built to provide water space agriculture again the high dam was built to provide water space agriculture في agriculture يعني زراعة ناس هنا طبعاً عندي choices for with to add لأول واحدة الناس كنت تستعجل لمسال القصام يقولك provide with تمام؟ لكن تبقى إجابة خاطئة the high dam was built to provide water for agriculture غريبة الإجابة تاني كده the high dam was built to provide water for agriculture طيب لو عكسنا قلت the high dam was built to provide water بدا كلمة water حطت كلمة agriculture provide agriculture with water في فرق provide with provide for provide something or somebody with يمد أو يزود بي الشيء اللي بنزود بيه دايماً بعد كلمة with يبقى provide agriculture with water لكن provide water نقدم المياه لي تبقى for agriculture عشان كده نخلي بنا وحنا بنجاوب نركز في حاجات إحنا حفظينها ولكن لازم وحنا بنجاوب نركز هل تنفع أو لا يعني كلنا مثلاً مستر عصام عارفين مثلاً keen as an adjective الناس كلها عارفة keen دايماً بعديها on ولكن شرط يكون بعديها noun or gerund لما قول مثلاً she is keen space أو she is space وعندي مثلاً بيقول لي مثلاً study English يترى في keen on or keen to إذا كان study as an as an as an as an كمصدر يبقى أكيد بختار keen to keen to بعديها مصدر لكن keen on بعديها gerund or noun عشان كده بقول من أول جملة أني مش بس الحاجات اللي حافظها على طول تكتبها لا فكر شوية قد يكون في trick في الجملة بتاعتك تمام؟ نرجع للشاشة ونشوف كمان جملة الجملة التانية بتقول 300 kilometers that is about the same as the space between Cairo and منيا حد كده بيستغرب بيقول 300 kilometers that is about the same as the space between منيا يترى length diameter width distance the meanings of these words length هي طبعا من الصفة long واتفعنا أن length هي المسافة الطولية أو الطول الأفقي diameter كلمة موجودة عندنا في المنهج اللي هو طول القطر width عندي wide width ده طبعا اتساع distance مسافة أكيد لما بقول 300 kilometers طبعا بتكلم على 300 كيلومتر يبتكلم على مسافة that is about the same as the distance between كايرو and منيا لشان كده الإجابة أحبائي D اللي هي distance ده كمان يا مستر محمد احنا ممكن نخلي اللوحة دي زي ما هي ويروح كاتب لي distance و distance أيوة أيوة يعني مهمة قوي نخلص لقاطة جيه باديل الإجابة صح اسرائب دايما نأكل لهم ياريت تيروا جملة كويس أيوة أنا عارف إن الاتنين قريبين من بعض بس لازم أفرع ما بين النون والأجكتف بتاعها الجملة فهي الجملة عايزة هنا الصفة ولا عايزة الإسم بتاعها تمام عارفين فروت يعني يدلي بسوته في انتخابات مثلاً ياترى in which with which by which at which واضح إن فيه كلمة مشتركة كلمة which عشان طبعاً عائدة على كلمة age ولكن المشكلة عندي في ال preposition حرف الجر ياترى in with by at طبعاً إحنا عارفين إن فيه فرق استخدامنا لكلمة age لما أقول at the age غير طبعاً لما أقول in the age we by the age يعني حرف الجر بيختلف فلأ قلت at the age يعني عند السن كذا تمام أو فيه سن كذا أقول مثلاً children giant school at the age of five children giant schools at the age of five يعني فيه سن الخامسة when they are five years old تمام؟ لكن in the age of means في عصر at the era لما أقول مثلاً or these days or nowadays we live in the age of communication or technology yes we live in the age of technology في عصر technology لكن لما أقول by the age يعني عند بلوغ سن كذا أقول مثلاً by the age of 18 you can have the right to vote by the age of 18 you can have a driving license for example فأصبح عند وصولك لسن كذا اتفقنا؟ ففيه فرق in the age by the age at the age عشان كده عندي اختلاف طبعاً او اختيار بين ثلاثة كلمات او ثلاثة حروف جر قبل كلمة which لكن لما نرى الجملة كويس تعالي نشوفهم بعضة هنا على الشاشة هتلاوه بيقول لي 18 is the age يعني لما توصل السنة 18 يعني كان بيقول at the age of 18 you can vote فأصبح الاختيار طبعاً at which فأصبحت 18 is the age at which you can vote تفعنا at which he worked as a war space for a famous newspaper he worked as a war space for a famous newspaper يترى director manager correspondent fighter نستشوف ارطنوس الاسلام كلمة war حرب يقولي fighter لا لما اقول شغال لنيوز بيبر لجريدة يبقى بالتأكيد مراسل صحفي لجريدة معينة أثناء الحرب فأصبحت he worked for a famous newspaper as a correspondent يعني ممكن نقولها he worked as a war correspondent for a famous newspaper يعني هو عاملة كامراسل حرب كي يقولو لجريدة شهيرة تمام لقرون عديدة الرياح لتسيير السفن أو تخلي السفن تبحر أنا عندي طبعا لما أقول الرياح بالتأكيد الرياح استخدمت استخدمت يعني إيه بالتأكيد هيبقى passive voice passive voice أبقى أدور على verb to be plus the third conjugation عندي أكيد is being هنا هو ده verb to be used هو التصريف الثالث بس كلنا موجود فيه برضو will be used يعني فيه be تصريف ثالث مش كده بس لأنه عندي كمان see has been add verb to be وتصريف ثالث لحظة أحبائي verb to be بيجي بأشكال مختلفة as you can see is being will be has been كلها verb to be التصريف الثالث هو كلمة used طبعا التشويس اللي هو دي لا فيه verb to be ولا فيه تصريف ثالث يبقى مستبعد نرجع تاني لما أقول الرياح قلت الرياح استخدمت فيه تسيير استخدمت حتى بالعربي كده كلام واضح أنه مبنى المجهول يعني passive voice يعني لازم يكون فيه verb to be تصريف ثالث دي القاعدة الرئيسية بتاعت المبنى المجهول verb to be موجود في الثلاث اختيارات الأولى is being will be has been ادي verb to be عندي كمان تصريف ثالث كلمة used الموجودة في الثلاث اختيارات طيب لازم يكون فيه keyword او فيه دليل على الاختيار الصح موجودة عندي كلمة for وبعدها مدة for من الكيوردز تستخدم دايما مع prism perfect كلمة for دايما دلة على المضارع التام مضارع التام أحبائي يبقى لازم has been used بالاختيار عندي هو letter c for centuries the wind has been used to sail ships يعني حتى لو عندي اختيارات كثير زي كده لكن دايما في في الجملة مفتاح الحل the new manager can solve all the problems that space the new manager can solve all the problems that space عندي يا مستر أصام rise arise raise and arouse and kindly will tell us more about these verbs because we find them more often and sometimes we get confused فضل تمام أولا لازم نحدد الفعل اللي بيبقى مرتبط بمفعول واللي مرتبط يعني لم يقول هنا raise ريز هنا ترجمتها باللغة العربية الفصحة يرفع أكيد يرفع حاجة يبقى احنا مرتبطين بأوبجيكت هنا دايما نجمنا التقدير اللي حم نقولها if you would like to answer raise your hand لو عايز تجاوب ارفع ايدك يبقى ريز هنا مرتبط بمفعول طيب rise معظم ما فكرين الـ 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 ريزن 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 هنا بمعنى ينهض أو يشرق أو يرتفع المعنى العربي ده ما يلزمنيش أني نحط له مفعول يعني نعمل الجملة بتاعة rise دي لم نقول هنا the sun rises in the east the sun rises in the morning أكيد طبعا in the morning try to rise early rise early هنا معنى حاول أن أنت تستيقز بدري أنت اللي هتسحى يبقى أنا مش محتاج مفعول يبقى خلاص كده مبدئيا نفكينا الـ conflict أو الصدام اللي بين الفربين دول rise و raise طيب تعالوا نفرج بقى على arise arise هنا بمعنى يزهر أو يبرز إحنا مهمة قوي نبعرفين الترجمة عشان نعرف نختار الفعلة مظبوط arise يا روز بمعنى إيه while we were working some problems arose أو arises يعني فيه مشاكل بتظهر قدامنا أو بتطلع فجأة دي ملاش علاقة بقى لا يرفع ولا يزيد ولا كلام من ده كمان طيب arise أراوز هنا الترجمات هت دايما بنقولها بمعنى يفتح الأمل يثير يثير شيء يعني مثلا at the end of the match all our players when they scored the goal we all arouse the new hopes of winning the match مباراة في الآخر لما جابوا جون ألها بحمسنا أن إحنا ممكن نكسب أو نفوذ بالمباراة رجوعا تاني للقصة هي محورها مقفول ما بين rise وريز الجملة اللي أخذنا بنها الجملة معناها إيه يا طرح هي عايزة rise ولا عايزة ريز ولا 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 نرجع تاني للجملة مستر محمد بينهم يزبقونا ويرلولنا طيب طيب إيه رأيك نكتب الكلمة أنت قلته دا نلخصه ونكتبه مع بعض كده هنشوف دلوقتي مستر محمد بقول لنا أن أنا عندي كلمة rise تمام بيقول لي الباست بتاعها rose as you can see وبعد كده التصريف تالت rise تمام طيب عندي كمان كلمة arise يعني إضافة بس لاختياء الاختلاف بصوا كده حتى أكتبوا باللون مثلا مختلف إيه رأيكم بس طبعا دي مش لوحدها نفس الفعل arise فأصبحت دلوقتي تمام a-r-i-s-e الباست بتاعي arose يعني ما عملتش حقيقة غريبة ضفت بس لإيه بصرف تالت arise تمام فأصبح عندي arise arose arise تمام طيب الفعلين دول بنسميهم دايما entrance verbs يعني أفعال لازمة ما بتاخدش مفعول به ما يجيش بعدين مفعول شفت الأمثال بتاعت مستر الصام بيقولي the sun rises الشمس تشرق أو prices prices rise الأسعار ترتفع تمام كده طيب لو جينا بقى كلمة arise قلنا تنجم أو تنشب أو تظهر زي مثلا إيه قلنا problems often arise المشاكل بتظهر تمام ممكن لون تاني مثلا محمد نغير لون تمام فأصبح كده عندي اختلاف في المعنى ولكن متفقين يكون بعديهم ما فيش مفعول هنا ما فيش object تمام وعندي كمان الverb اللي هو arouse اللي هو يثير برضو بضيف دي الفعالين دول بنسميهم transverb أفعال متعدية يعني دايما فيه object هنا لازم يكون عندي مفعول لما أقول مثلا raise your hand raise your voice طيب لما أقول مثلا hear behavior aroused our مثلا suspicions يعني سلوك أثار شكوكنا فأصبح دايما بعديهم فيه مفعول يبقى انت دايما لما بتشوف الأفعال الأربعة دول مع بعض دور تستبعد مين فيهم والاستبعد واحد فكرة تستبعد التاني معايا ليه دور في الجم هل فيه مفعول ولا ما فيش مفعول فيه مفعول يبقى لازم تشتغل على raise و arouse مفيش مفعول تشتغل على rise و arise خلصت من اتنين دور على المعنى تعالوا نشوف الكلام بشكل عملي على الجملة بتاعتنا اللي موجودة عندنا كان بتقول الجملة the new manager can solve all the problems المدير الجديد ممكن يحل كل المشاكل التي تظهر التي تنشأ طبعا هنا واضح انه مفيش مفعول مفيش مفعول يبقى اشتغل عالمين احبائي على A أو B المعنى بقى ان arise هي اللي تنشأ أو تنجم أو تظهر فاصبحت arise يبقى الحل بتاعنا the new manager can solve all the problems that arise اللي هي B اوكي another statement everyone is everyone is putting their umbrellas up it space started raining everyone is putting their umbrellas up برفع الشماسي it space start raining طبعا هنا بعمل deduction استنتاج وإحنا اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده يترى can't must can't have must have طبعا مش ممكن استخدم نافي ليه بقول الكل برفع الشماسي لازم بدأ التمطر من خلال كلامي كده حتى الترجمة بدأت لازم بدأ التمطر ما فيش نافي ما قلتش يعني مثلا مش ممكن بدأ التمطر طيب يبقى هستبعد can't can't have اصبح عندي must وmust have لو الناس اخترت كلمة must اللي هي بيه هيفجأوا اني اصلا بعد النقط عندي في started تصريف ثالث او حتى تصريف تاني المهم ان كلمة must لازم بعديها the infant في المصدر كفاء لناس يبقى ما انفعش must ادور على اكيد هتبقى عندي must have اتبقى الجملة بتاعتي it must have started raining اصبحت الجملة everyone is putting their amperles up it must have started raining لابد انها بدأت تمتر في حتة فنية مستر محاوة تبون عايزينك بات ستوضح لنا ازاي everyone ورائز وفي زير وراء عشان الولاد ياخدوا بالهم yes لاحظوا احباي ان اتفاعلنا لما اقول everyone is دايما the verb that follows words like everyone someone everybody new one new body كلها يبقى فعل in singular form طبعا شكل مفرد الافعال بعد كلمات زي كلمة everyone someone everybody وهكذا فعل دايما بشكل مفرد لكن الضمير الاعاد as you can see here everyone is putting on there الضمير اللي يعود على كلمات زي كلمة everyone او كلمة someone او somebody everybody عيد على اشخاص لازم يبقى ضمير جامعة everyone is putting there زي ما تيجي مثلا in a class as a teacher في الفصل مثلا بقول لكم كل حباي مثلا في الفصل لما عندي فصل مثلا mix في اولاد ومنات بقول ايه everyone brings everyone brings يعني الكل يحضر حطت الفعل فين مفرد brings فيها is ما ينفعش اقول his box ولا her box انا عندي عدد اولاد ومنات فقلت ايه their box يبقى everyone brings their box كل يحضر مثلا كتبه فاصبحت their عيدة على males and females كلمة doesn't they لأ طبعا لما قلت everyone لازم تبقى they النحية التانية everyone they ماشي كضمرة عاد عليها يبقى لازم ما خلي فيه subject verb agreement فيه توافق بين الفاعل والفعل بالتأكيد they بتاخد don't فاصبحت everyone brings their box اصبحت don't they don't they اتفقنا وهكذا هنرجع لمثال تاني مع بعض على الشراء بتاعتنا المثال بيقول the branches of some trees point space so that snow can fall off them during the winter بتبقى فيه اشجار كده سمها deciduous اشجار نفضية بتبقى اوراقها يترى ايه بتبقى upwards ولا sideways downwards ولا forward اذا كان بيقول snow can fall off يتساقط التلج من عليها او جليد during the winter يبقى بالتأكيد الاوراق تتجن ناحية الاسفل تمام عاملة بالضغط زي ما يكون كده sloping grooves ما بتحتفظ بالمطر ولا بالجليد فوق منها فبنقول the branches of some trees point downwards اللي هي سية حباقي downwards يعني تتجه الاسفل so that snow can fall off them during the winter عشان يتساقط عنا الجليد في فصل الشتاء مستر مستر محمد احنا عزينا نقف عند الجملة دي لحظة واحدة كده اتفاد احنا ممكن ناخد الجملة دي زي ما هي وتيجي find a mistake تمام اتفاد ويروح كيأتب لي هنا that snow may fall off ويكتب F واحدة ايوة الطلبة انا ياريت يقدوا بالهم في find نمستيك احنا لسه ما جاهش دور find نمستيك خالص بس احنا بنقول احنا مرتبطين هنا بكلمة full off يتساقط معنى اخدوا بالكم انهم اتنين حرفين واربعة عشان كنا طعنا هي مستر عسام قلنا full off تمام لكن لما تبقى F واحدة تعود نايمان نقولها ايه off اتفقنا fall off يتساقط معايا طيب فاصبحت downwards اللي هي طبعا تبقى متجه لأوراق ده اسفل في بعض الأشجار كده زي الأشجار الصومرية دايما تمام نشوف جملة كمان مستر عصام جملة بتقول before papyrus could be used for writing on it it had to be space in water pressed and then dried in the sun before papyrus وراء البردي could be used for احنا ممكن طبعا could be used for writing or could be used to write on يعني ممكن ابدل for writing وحط to write طبعا لما تكون كلمة يستخدم كمبن المجهول ممكن احط to مصدر تبقى to write أو for writing on للكتاب عليه it had to be لابد ان ايه بقى in water pressed يتم ضغطه and then dried in the sun يجفف في الشمس يترى sailed sounded soaked or sold طبعا sail يبحر sound يبدو أو يظهر soak s-o-a-k للكلمة بتاعتنا ينقع يحط حاجة في سائل تمام ويسيبها لفترة وخدنا soak in وخدنا كمان soak up خدنا soak up قلنا يمتص زي sponge كده ولكن soak in ينقع يسيب حاجة في محلول أو في ماء مثلا لفترة إنما sold طبعا هي التصريف التاني والتالت من كلمة sell s-e-double-l يا بي فأصبح الإجابة بتاعتنا كلمة soaked soaked على بعض الجملة كده before papyrus could be used for writing on it had to be soaked in water pressed and then dried in the sun if we space to end the world poverty the richer countries will need to make sacrifices if we space to end يعني نضع نهاية لي the world poverty اللي هو الفقر المتواجد في العالم ولاحظوا أحباي ده نون ال adjective poor p-o-o-r but here we have the noun poverty the rich countries الدول الغنية will need to make sacrifices اللي هي تضحيات يا ترى wanted want had wanted and wants طبعا for sure لما قول we ما يبقاش wants أبدا لكن ينفع لاختيارة التانية يعني دي كده استبعدت ليه عشان طبعا wants جاية مع singular وأنا عندي the pronoun we plural طيب to end the world poverty لو احنا عايزين نحط نهاية لل الفقر في العالم فالدول غنية لابد عليها أن ده بتكلم على مستقبل يبقى بتكلم على قاعدة if عموما فهتلاقي عندي response أو جواب الشرط as you can see will والمصدر طبعا عرفت زينا قارة if الرابط if نفس موجود عندي stimulus أو فعلة الشرط هنا أصلا في فراغ مش قادر حد فعل الشرط هيكون present ولا past ولا past perfect يعني تلا wanted ولا wanted ولا had wanted أعتمد على جزء التقنية اللي هو جواب الشرط أو response عندي will والمصدر إذا كان عندك will والمصدر مع if يبقى نقص على طول present symbol ما فيش كلام if present symbol تصرف الأول للفعل ناحية التانية will والمصدر فأصبح الجابة بتعتي if we want اللي يبي if we want to end the world poverty the richer countries will need to make sacrifices another statement بتقول fortunately لحسن الحظ عارفين طبعا الكلمة دي عندي زي كلمة luckily fortunately لما بنضيف UN أصبحت unfortunately لسؤال حظ زي بالضبط unluckily the firefighters اللي هم رجال الاطفاق space put the fire out before it caused too much damage أولا لحظوا cause damage أو do damage عندي كمان to put the fire out يعني يطفئ النيران عندي كمان fire fighter اللي هو رجل الاطفاء على بعض الجملة كده بيقول حسن الحظ رجال الاطفاء استطاعوا ان يطفئوا النيران قبل ما توصل أو بتسبب much damage أو تلف كبير عندي هنا بتكلم على past إذا كان الجزء الثاني في كلمة coast it caused body يبقى القبل منه كمان كان ماضي يبقى ما ينفعش استخدم can ولا are able حتى نفسها are able نقصة to يعني ما تستخدمش أصلا أصبح الاختيار بين were able to were able to وعندي could were able to and could الاتنين بيعبر عن ماضي ولكن a slight difference فيه اختلاف طفيذ جدا يا نستر عصام لما يكون عندي فيه صعوبة في عمل الشيء بستخدم دايما was or were able to يعني دايما لو في شيء بأدي مثلا ولكن مع صعوبة عارفين طبعا could were able to express both express ability in the past اللي اتنين بعبروا عن قدرة أو امكانية في الماضي ولكن مع اختلاف طفيف لما قول مثلا i could answer all the questions that's ok لكن لو قلت مثلا i could answer all the questions although they were extremely difficult كانوا صعبين للغاية يبقى ساعت لا يبقى ينفعش كلمة could يبقى الصحة كنت تستخدم we were or i was able to i was able to أو we were able to يبقى could or were able to اللي اتنين بيعبروا عن مقدرة في الماضي لكن were able to دايما بيبقى فيه صعوبة في عمل الشيء يترى الجملة بتاعتنا بقى فيها صعوبة عشان نستخدم were able to ولا ما فيش صعوبة أستخدم كلمة could وتبقى الجملة صحيحة تعال نشوف مع بعض تاني الجملة بتاعتنا بيقول لي fortunately the fire fighters طبعا إذا كان حريق بالتأكيد بيقول قبل ما تسبب كمان ضرر كبير فأصبح كان فيه مشقة فأصبحت الإجابة بتاعتي were able to ما بأش بصورة طبعا إطفاء النيران فأصبحت fortunately the firefighters were able to put the fire out before it caused a lot of damage I remember space to the circus by my grandfather when I was a child I remember space to the circus by my grandfather when I was a child أبل من نشوف أحبائي نسأل مستر عصام هيقول لنا يا ترى إيه الفكرة في أننا في أفعال معينة بحط عليها مصدر في أفعال فيها ING ويا ترى كلمة remember تنتمي لأنهم ولا بتاخد لتنم مع بعض والفرق إزاي اتفضل مستر عصام شكرا مستر محمد طبعا هو النواحي الغوية مهمة جدا الاستمرار بيحصل أو الحاجة دي حصلت وأنا بفتكرها معظمنا صغيرين طبعا رحنا لأهران فهل I remember visiting or seeing or going to the pyramid when I was 11 الـ ING اللي جات هنا مستر محمد ببين أن الحدث ده حصل بس بيحاول يفتكره أنا فاكر وما صغير واحد تاني هيستعمل نفس الفعل ودي النقطة اللي بتكلم عليها أنا إم تاخدوا ING وإم تاخدتوا والمصدر لما يكون عندي حفلة الأسبوع الجاي فهو أحنا يقول لي remember to bring your camera next Friday هي الحفلة هتيحصل هتيحصل بس إحنا لسه بنتكلم في علم الغيب الجمعة الجاي الحدث لسه ما تمش فهو بينبه علي فتكرت يجبها لما يبقى يوم الجمعة جاي الجمعة بقيد قوي خلناه في اللحظة ديت بابا دخل عليها try أو بلاش try خليها في remember لحنا ماسكينها remember to switch off the computer when you finish هو أنا دلوقتي يقاعد شغال على الكمبيوتر فبيقول لي لما تبقى تخلص افتكر تقفل ده يعتبر ايه تنبيه لحاجة لسه هتحصل في فاصل كبير لغويا وفنيا إم تستعمل الأفعال وفي كتير على فكرة احنا هنتكلم فيهم دلوقتي إم تستعمل الان جي وإم تستعمل ال two والمصدر الفكرة العام اللي احنا بنكلم عليها الان جي دي معناها أنه حصل حدث تقلص وتأم واخد بشكل معتعد طيب فورد بقى أنا عندي بفعل بيقول لي الحدث ده حصل أو الحدث ده ما حصلش زي تحديدا البرب كنا بنكلم فيه حلقات سابعة قبل كده إم ترجع الان جي وإم ترجع two وهي جو رهما مصدر بسيط جدا أنا ندماني أني رحت الحافلة دي ليه يا سيدي it was boring آه يعني الحدث تم وحصل طيب هاي مشكلة ما احنا نفس الفكرة ولك لا I regret not going to the party it was exciting أنا ندماني أني ما روحتش يعني شوفوا المعنى شوفوا المعنى في الكلام هنا طبعا هو هيحاول بقدر الإمكاني للمتحان هيبقى واصل لحتة هو حصل ولا ما حصلش الحدث ده تم ولا ما تمش تعالوا برضو نكامل regret 2 إم تستعمل regret 2 وإنفينتف وراها دائما لما بيكون سياغة الجملة فيها bad news خبر سيء يعني دائما لما حد يروح يقدم على رصيفة وللأسف ما يبقاش موافق فالمنجر بلو I regret to tell you that you're not accepted أو I regret to tell you that your application was turned down أنا قدامي الابليكيش متعتك فأنا أسف أبلغك إنه مش مطلوبة يعني الحدث اللي احنا كنا عايزين إنك تشتغل فيه مش هيحصل فده الفيصل النهائي تاني عشان نصمق نخلص الموضوع ده بسرعة لازل نبقى فاهمين معنى الجملة يا طرى الحدث ده قريدي تم وحصل يبقى أنا بتكلم عليه كمموري بقى هينجي على طول لكن لما يكون أنا بتكلم على حاجة خد بالك عمل كذا don't forget to lock أو عتنسى تقفل الباب معنى كده أنت لسه جواره ده مهمة قاوة أبقى فاهم الجملة يعني موضوع بقى احنا نخشناه وفتحناه ونكمل بالمرة كده برضه باختصار مثل عصام ذكر لنا أفعال زي كلمة remember وقال لنا كمان الفعل مثلا كلمة regret نخلي بقى لنا أن كلمة remember زيها زي كلمة forget لما قولك don't forget to come early يعني remember to come early don't forget to come early متنساش تجي بدري تبعينا remember to come early افتكر تعالى بدري فأصبح remember to master forget part two مصدر الاثنين بيعباره عن شيء لسه ما حصلش لكن لو قلت remember أو forget بعد يوم شيء أو فعل فيه ING يبقى شيء تم يعني يا مستر محمد نوصل بأرحلة إن إحنا مش مجرد إن إحنا تنحفظه بس لازم أعرف أميز الجملة هي دي حدث تم وخلص ولا ده إحنا لسه بنقول عليه فيه طلبة كتير هيبقى معزورة فعلا فأنا مش عارف ها دي بيأخذ ING وده بيأخذ تو مصدر تمام يبقى مهم جدا يبقى عامت المعنى يا مستر الصم بفرق كان مثلا زي ما قلنا من شوية كمان فيرب زي مثلا try أنا عندي try من الأفعال برضو بعدها تو مصدر وفرب ING لما قلت try to open the window هنا try to مصدر يعني حاول تفتح شباك يعني مجرد محاولة قد تنجح وقد تفشل لكن لما قلت try ING يقرب يعني مثلا واحد بيقول لي I have a headache أنا عندي مثلا صداع فقول له إيه try taking an aspirin قرب تأخذ أسبرين ما قلتش بقى try to take لأن هنا لو في صعوبة في البلع يبقى try to take بتحاول تبلع لكن لما try taking an aspirin جرب تاخد أسبرين تشوف بقى تأثيرها على الصداع اللي تتكلم عنه هيبقى كويس أو لا تمام هل هتبرر نجد نتيجة بالضبط كده هيجيب نتيجة أو لا طيب زي بالضبط ما انت ذكرت فعل زي كلمة regret تمام واخدنا regret to regret verb A ING كمان قلنا stop to وstop verb ING معايا كده forget remember and so on يبقى لفعال زي دي بالذات طبعا على نقضنا فعال تاني في فعال تاني بعدها المصدر وخلصت to add مصدر اقول مثلا agree to want to وهكذا لكن في أفعال برضو بعدها ING زي avoid يتجنب avoid أو مثلا finish أو spend كلها أفعال بعدها فعل فيه ING عموما لازم برضو كل أحباء الطلبة نلقي ولو نزرى بسيطة كده نسترجع إلى أفعال اللي بعدها 2 مصدر إلى فعل بعدها فعل في ING إلى فعال اللي بعدها الاثنين واخلاف المعنى أو لا فيه كمان تعبرات فيه صفات كمان بعدها أفعال فيها ING أو جران دعموما نرجع للكلام ده ونشوفه بسرعة فيه طلبة هتقول لنا فيه وقت يا مستر فيه وقت نرجع نصدر كده مستر عصام بس بسيطة جدا وإحنا طبعا مركزين على كل الجمل المهمة جدا جدا معانا دلوقتي إن شاء الله تعال نرجع كده نشوف مثال مع بعض مثال بيقول لي أو طبعا ما كوبناش لسه مسنة على الشاشة لسه نشوفه حالا لو نفس النظرية بتاعت مستر عصام لما يقول لي بقى أنا إيه ده جدي بقى اللي كان مودين السيرك لما كنت طفل فأنا بس ترجع من الزاكرة حاجة أنا افتكرتها حاجة قديمة يبقى لازم فيه إيه ING ING بقى عندي اختيارين يا إما having أو being تاني كده ركزوا I remember أنا أتذكر إني أخذت إلى The circus by my grandfather هنا وضعنا ابنين مجهول عشان فيها by my grandfather المبني للمجهول أو ال passive voice للمرة العشرة لازم يكون فيه verb to be تصريف تالت verb to be تصريف تالت فين verb to be أحبقي هنا يا ترا having taken ولا being taken كلوك شوطار عارفين being taken يبقى أنا حلقت في نقطتين بسطتين جدا يا مستر عصام خلينا برضو تاني وقفين نفس الجملة ليه بقول الفكرة أو الفن في الحل يعني مش بس تحط بقى ايه تقول اه تحتار بين واحد لغاية من A و B و C و D لا الفن فكر كده يقولك مثلا remember اه remember كنت تفاكر مستر عصام مستر محمد بيقوله يا إما بعدها ing أو to زائد مصدر طيب أنا عندي مرة having ومرة being تمام كده ومرة two يبقى مشيت على طول دي مشيت لمشيت لنفع having ولا being ولا to يعني لهي جرن ولا تو زائد مصدر خلاص ما فيش واس taken طيب لسه عندي having taken to be taken being taken طيب لقيت الكلام ده مبنى المجهول اللي هو by my grand father المبنى المجهول أو ال passive يبقى لازم verbi to be تصريف تالت طيب having taken ما فيهش verbi to be لكن to be آ في بي تمام وفيه تصريف تالت كلمة taken وفيه عند being taken يعني برضو يبقى الاختيار بين b و a و c طيب اعمل اي ارجع تاني لما يقول لي انا متذكر ان جدي كان بيوديني السيرك لما كنت صغير يبقى الكلام تم حصل الحصل اللي بازم مين verbi فيه ing تبع على طول كده i remember being taken to the circus by my grandfather when i was a child the accent there was a nationwide space on whether the laws should be changed طبعا there was a nationwide space on whether the laws should be changed لما يقول لي nationwide هنا مستعدمة كصفة يعني على مستوى الامة على مستوى الدولة whether the laws should be changed القوانين يعني تتغير او لا يترى كان في debate مناظرة والكلمة دي بتيكتر جدا يا مستوى العصام في choices مناظرة يعني ان احنا نطرح موضوع للنقاش في ناس تبقى for وناس against وعندي كمان كلمة delay تأخير decline يضمحل او ضمحلال او زوال وعندي كانت كلمة decade اللي هي عقد او عشر سنوات decline احيانا بتيقى بمعنى يرفض لو قتلنا في situation او في situation كفعل يرفض انا متكلم هنا كلهم كأيه as nouns تمام طيب لما قول لي there was a nationwide يبقى debate كان في مناظرة على مستوى الامة on whether the laws should be changed تمام there was a nationwide debate for some people adventure movies are a form of space عندي capitalism skepticism ecotourism disposition طبعا ناس كتير هالدورة مستوى العصام على الكلمة اللي احنا دايما درسناها في المنهك وله عندهم حق تمام اللي هي كلمة ايه skepticism اللي هو الترفيه وجاي من الفعل نفسه كلمة escape يهرب السنة طبعا هروب من الآرق والتعب من هموم الحياة صح كده من words بعيدنا فطبعا تبقى skepticism فاصبحت for some people adventure movies are a form of skepticism اللي هي be by then she was space as a star في الوقت ده she was space as a star established pulled constructed erected sure by then she was established as a star استقرت او بقت معروفة كنجمة established رغب انه الرعفة ممكن يدي معنى يابنين طبعا اه يعني بالضبط كده he is a space in the field of micro surgery micro surgery اللي هي الجراحات الدقيقة يترى particular particular أو بيكلاير او بيكلاير او بايونير بورتر لما قول طبعا هو رائد في كده لما اتفقنا وشوفنا في الوحدة بتاعتنا بحدة الرابعة بتاعتها هي حقي وانه هي is a pioneer in the field of micro surgery space on the site is likely to continue for several years on the site في الموقع الاثري is likely likely محتمل to continue for several years سنوات عديدة exception exaggeration من الازحاب او التطويل excavation exclamation طبعا كنعارفين لما اتكلم على التنقيب او البحث عن الاثار او الاثار بتبع excavation فاصبحت على طول c هي الاجابة excavation on the site is likely to continue for several years التنقيب في الموقع قد يستمر لسنوات عديدة قملة كمان the prime minister اللي هو رئيس الوزراء was asked what space to do about unemployment طبعا هنا الصورة مستر عصان بتكلم على ال indirect speech كلام غير مباشر يترى هنا نقول what he intended what intended he what did he intend what he did intend تمام the prime minister was asked طبعا هنا سؤالة تمام بس voice what بعد what لازم تيجي جملة خبرية يعني هنا الكلام بتاعنا لازم يبقى شكل خبري يعني بعد كلمة الاستفاهم يجي الفاعل وبعد كده الفاعل أنا ما بسألش ما شايفينش انت علامت استفاهم في اخر الجملة يعني الكلام هنا اصبح indirect speech بقول رئيس الوزراء سؤل عن هيعمل ايه او ماذا ينوء ان يفعل بخصوص مشكلة البطالة طبعا زي ما اقول لازم جملة خبرية يعني الفاعل وبعد كده الفاعل الفاعل موجود he intended or he did intend تمام طبعا هنا بالنسبة لنا الصغة الصحيحة he intended حد يقول لي did بتيجل التأكيد يس او كي ما فيش مشكلة لكن طبعا الجملة الحل بتاعي he intended فاصبحت the prime minister was asked what he intended to do about unemployment can you see the woman over there by the window فالتنمي الرد عليه بيقوله isn't she the one space won the lottery last week لتري اللي هو الينصيب يعني طبعا دي حاجات بتعمل في دول برة يعني بيبيع وراء كده مثل عصام وراءة الروتاريا ورقم وممكن ييجي طبعا واحد حظ بقى يفوز بمليون دولار can you see the woman over there by the window السيدة اللي هي موجودة هناك by the window بجوار الشباك قال له isn't she the one مش دي السيدة اللي فازت won بلتري last week طبعا السيدة لازم بتكلم على مين العاقل شطار العاقل بالتأكيد له هي كلمة which ولا كلمة what لان which أو what الاتنين بتكلم على imperson يعني غير عاقل عموما طيب أصبح عندي إما whom أو that whom دايما تستخدم أحباي مع object مع المفعول مش مع الفاعل لكن بقولك السيدة التي فازت هي اللي فازت بتكلم على فاعل الفاعل طبعا الناس تقول لي who صح معاكم لكن ممكن تستفدل بكلمة that طبعا يبقى أصبح الحل بتاعي can you see the woman over there by the window isn't she the one that won the lottery last week تمام أرجع تاني أوركو فن الإجابة مش بس أنت تبقى حفظ وخلاص لا هتقول لي والله isn't she the one الكلام ده عاد على السيدة السيدة عاقل person يبقى لازم على طول ألغي which what أصبحت whom with that طب هم بتيجي دايما مع المفعول لكن لمول السيدة هي اللي فازت يبقى يا فاعل فاعل يبقى لازم كلمة that و جاية بديلا عن كلمة who 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 تمام لا ده بالإضافة كمان يا مستر محمد يعني ذات هنا مرتبطة بذى والترتيب the first to the last المهمة اه بالضبط كده اه بالضبط كده the man space the car was stolen called the police الراجل نقط العربيته أو العربية سرقت اتصل بالشرطة طيب هنا لازم تخلي بالكم لو أنا بتكلم هنا على the man عاقل ناس تجرع على كلمة who ماشي طب ممكن كمان whom عاقل ممكن كمان who's لكن ما فيش كلمة which يعني ممكن انت كده تعمل يعني استبعاد للكلمات اللي هي مش متمشية مع الحل بتاعك طيب أنا قلت the man يبقى ما ينفعش كلمة which طيب لو قلت كمان كلمة who تمام يبقى لازم بعديها verb لازم بعديها فعل لو هي طبعا جاية كإيه كفاعل the man who مثلا lives Nick's door is a teacher the man who lives يبقى كان ممكن تبقى هنا فعل لو جاية مكان فاعل طيب لكن لو جاية مكان مفعول معايا كده مش هينفع استخدم أجيب الكلمتين مع بعض لأنه who هم ينفعوا لاتنين مفعول هو أو هم ينفعوا مفعول تمام كده يبقى ركزة لنك اللي عملتنا للوقت ايه أولا شلت كلمة which عشان ما تجيش معا the man طيب لو هي أصلا who وجاية مكان فاعل يبقى لازم مكان كلمة ذاهنة بعض النقط لازم يفعل لأ عشان تبقى دي فاعل طيب لو جاية مكان ايه لو كان مكتوب اسم تاني زي كده زي كلمة كار أو أي شخص تاني حتى كان ممكن تبقى ما جيش هو و هم مع بعض لو كان مفعول لأنه هو أو هم لتنين مكان مفعول اتبقيت لكلمة هوز هوز طبعا أحبايا للملكية سواء اذا كان عاقل أو غير عاقل الراجل اللي عربيته لازم كلمة هوز يكون قبلها ناون وبعدها ناون يعني قبلها اسم وبعدها اسم وفي نفس الوقت ايه يكون الأول مالك والتاني مملوك الراجل اللي عربيته فأصبحت the man who's car طبعا ما فيش كلمة ذاهنة الصحة طبعا ذاهنة زيادة أصبحت the man who's car was stolen called the police الراجل اللي عربيته تسرقت اتصل بالشرطة the man who's car was stolen called the police اتمنى يكون طبعا استوعبنا حيات صغيرة دايه when the rubber ordered the hostages طبعا هوستجز اللي هي محطوفين طبعا أو مبعدين الرهائن اه مخت أو الرهائن yes to lie face down on the ground they space without argument حاول نتعلم الكلمات تاني كلمة هوستجز وانا رهائن عندي كمان كلمة refugees مبعدين وهكذا when the rubber ordered the hostages to lie face down يعني lie face down يبقى يستلقوا وجههم للأرض on the ground they space without argument بدون جداد يعني عملوا كده بدون جداد عمل الشيء ما فيش نافي طبعا أولي يترى did such ولا so did ولا did so ولا such did طبعا ما باستخدمش such إلا إذا كان بعديها such a أو an وكمل مثلا أو لازم صفة واسم طيب أقول عملوا كده تبقى they did so فاعلوا ذلك so هنا عايدة على كل الكلام اللي فات اللي هو to lie face down on the ground فأصبحت الجملة بتاعتي when the robber ordered the hostages to lie face down on the ground they did so without argument عملوا بدون جداد مستر محمد احنا طبعا كان نفسينا نتقول لكتر من كده بس عشان وقتنا اللي هو يعني حاكمنا شوية was this part we wish you all the best طبعا مستر محمد بنشكره كثيرا جزيل شكر لما جود الرائع بقى النهاردة طبعا ما تروحوش بزيد يعني we have still a lot of episodes to this part we come to the end of our episode today we wish you all the best and wish you good more luck good bye